العيد فرحة والله وأجمل فرحة القمة 127 انتهت مباراة الأهلي والزمالك بفوز النادي الأبيض أبو خطين حمر بهدفين مقابل هدف واحد زي ما حضراتكم شفت انت مبسوط يوسف بالنتيجة أنا مبسوط أنا قلتلك قبل كده أنا رجل زمالك بس أنا رجل مش متعصب أنا رجل مشجع رياضة غير متعصب على الإطلاق أنا تأديري المتواضع جدا أن المتش كان فعلا حلو تأديري أنه الفرقتين لعبه حلو مش معنى أنه الزمالك كسب المباراة ولعب أحلى معناها أن الأهلي ملعبش كويس يعني مش ده ميزان المباراة لأنه حتى لما تيجي تشوف النسب بتاعت الاستحواز هتلاقي أنه النسب بسيطة يعني احنا بنتكلم في 55% استحواز للأهلي مقابل 45% استحواز للزمالك تاني مش صحة كانت النسبة كده لو أنا شفتها مظبوط يعني لو أنا فكر النسب مظبوط 45% استحواز للزمالك مقابل 55% استحواز للأهلي عادة أنا بقيت عامل كده اللي هو ده واد واد ده هو صود شاط لطشت في رجل العب مش فكر مين ورح يتراجع له رح شايت تاني علشان يسدد ويهدف عارف اللي مستموت أنا مستموت ده سيف خد بالك إنه سيف بكده يعتبر أنا مش من أنصر كلمة لكلمة اللاعب الأجنبي لأنه سيف إنه هي لعب عربي يعني بس هنفترض ده أول لاعب أجنبي يحقق هدفين في شبكة الأهلي في مباراة قمة ما بين الأهلي والزمالك ينهر بيض في مباراة واحدة هدفين في الأهلي ما حصلتش من أي لاعب غير مصري قبل كده خالص فسيف الحقيقة يعني بسم الله ما شاء الله عليه ربنا يعني يكرمه الراجل عمل دوره تالت وامتلت هل تاني ده معناه إن الأهلي لاعب وحش؟ لأ وما الاستحواز 55% على الكرة ده كان إيه يا جماعة ده معناها إن الأهلي لاعب حلو أنا بقولك تقييم منطقي قايم على الأرقام ده مش تحليلي أنا مش محلل لرياضة أنا مش مزيع رياضة زي كريم أنا مفهمش في الكرة زي كل زمالي اللي بيشتغلوا في منظومة الإعلام الرياضي لكن أنا بقولك أرقام 45% استحواز عند الزمالك مقابلها 55% استحواز عند الأهلي ده معناه إن الأهلي كان بالعب كويس طبعا وما الاستحواز على 55% إزاي؟ المقابل بقى هنا نتيجة تقولي والله العبرة بالنتيجة اه اتنين واحد طيب بقى ده معناه برضو أن هذا الاستحواز تم الترجمته في إطار هدف قدر إنه يحرزه الأهلي فيما بعد ذلك يعني أنا بدأنا واحد صفر الزمالك بعد كده واحد واحد أهلي زمالك بعد كده اتنين واحد الزمالك الأهلي ماتش كان حلو أنا بشوف إنه الزمالك في الفترة اللي جاية فعلا هيبدأ ياخد مصار مختلف تماما عن الفترة اللي فاتت مصار صاعد جدا مصار فيه انتصارات كتير خلال الفترة الجاية هنبدأ نشوف كورة بجد حقيقية ما بين الزمالك والأهلي خلال الفترة اللي جاية دي وهتبقى كورة حلوة يعني هنرجع تاني للكورة بقى بتاعت السبعينات والتمانينات ونشوف مطشاط الأهلي والزمالك اللي الكل بقاعد فيها عامل كده والناس سكتة وقاعدة مترقبة وناس بتدعي وناس قاعدة عمالة بتشرف في قهوة وشاي وحاجات زي من هذا القبيل وهنبدأ بقى نشوف كورة حلوة بجد الفرقتين هم الفرقتين الأكبر على المستوى العربي مش بس في مصر الفرقتين الأشهر على المستوى العربي مش بس في مصر فرقتين فيهم أحلى لعيبة احنا جماعة بنتكلم دلوقتي على كورة أنا ببص عليها رياضة فيها تنافس الرياضة ما فيهاش وازاي وإن اللي حصل مش كلام منت انا عايزة أقول لكو على حتى زي مايلنا هنا احنا مصرنا هنا أهلوية لا 70% مننا هنا أهلوية مثلا و30% زمال كوي وقادينا عمالين بنتفرج كلنا مع بعض وعمالين بنتحك ونهزر مع بعض ونكيد في بعض وحاجات زي كده كل سنة وحنا طيبين ألف مليون مبروك للزمالك على هذا الفوز الرائع والمؤذر في هذه القمة رقم 127 في تاريخ الناديين مش هقول هارد لك للأهلي لأنه الأهلي لعب حلو جدا بصراحة شديدة على عكس ما يظن مشجعي الأهلي يوم محبطين شوية من النتيجة عادي يا عم يا ما كسبته احنا كمان نكسب شوية ترجمة نانسي قنقر